الحمد لله رب العالمين في التجارب الإصلاحية في العصر الحديث نحن ذكرنا في المقاطع السابقة وفي الجلسات السابقة أن الأمة في العصر الحديث مرت بصعودين للإسلاميين وهبوطين الصعود الأول كان في نهاية العشرينات والهبوط كان في بداية الخمسينات في قرن العشرين الصعود الثاني كان في السبعينات والهبوط كان بعد 2001 وأن كل واحد من الصعودين له أسبابه وسماته وكل واحد من الهبوطين له أسبابه وسماته وقلنا الهبوط الأول كان المشكلة الأساسية اللي فيه داخلية أم خارجية خارجية والهبوط الثاني اجتمع فيه الأمران الداخلي والخارجي وإنه إحنا الآن في مرحلة ما بين الهبوط والصعود الثالث والذي يعني يتوقع بإذن الله تعالى أن يكون أفضل من سابقه ويستفاد فيه من التجارب ويستفاد فيه فإحنا اليوم نذكر على سبيل الإجمال بعض المعالم فيما ينبغي أن يكون عليه الصعود الثالث بعض المعالم فيما يحنا يمكن في السلسلة حيكون فيه أكثر من لقاء عن هذه القضية وأحيانا تفصيل لكن هذا الآن بذكر على سبيل الإجمال أهم المعالم التي تميز أو التي ينبغي أن تميز الصعود الثالث بحيث أن هذا الصعود يعني يكون بالفعل صعود الراشد طيب الأمر الأول قبل ما نذكره كصياغة معلم نطرح القضية الأمر الأول الآن التجارب الإسلامية كثيرة وفي أنواع ومجالات متعددة صح؟ فيه تجارب انتجهت لناحية التعليم فيه تجارب انتجهت لناحية التربية فيه تجارب انتجهت لناحية الدعوة وتلقيق القلوب فيه تجارب دخلت في السياسة فيه تجارب انتجهت للقتال فيه تجارب تجارب كثيرة ومتنوعة وضمت الصواب والخطأ والعلو والنزول إلى آخره الصعود القادم هذا ما الذي ينبغي أن يصنف عليه هل يكون صعودا دعويا أم صعودا تربويا أم صعودا عقديا أم صعودا سياسيا أم صعودا إيش نوع الصعود الذي ينبغي أن يفكر فيه أو يسعى إليه هل هو صعود ولا هو يعني يحمل سمات متعددة أو ماذا أنا برأيي من أهم السمات من أهم المعايير التي ينبغي أن يكون عليها الصعود القادم هو أن لا يغلق على نفسه نوع الوسيلة الإصلاحية ونوع المجال الإصلاحي ما يقول الأمة تحتاج إلى دعوة نقطة الأمة تحتاج إلى تربية نقطة هذا الإغلاق أوقع بعض العاملين في التجارب السابقة في جمود كبير وعدم مواكبة للأحداث ليش؟ لأنه يجيك سياق أنشئ ونشئ أبناؤه على أنه هذا سياق تربوي العالم تغير العالم صارت فيه تحديات جديدة هو ما يعرف إلا تربوي بس هو ما تتعلم ولا تربى على أنه يسوي شيء غير التربي واضح؟ في سياقات مثلاً يعني أبناؤها لا يعرفون إلا القتال تجي تقول له فيه شبهات فيه تحتاج دعوة أنا ما أعرف الله وجههم العدو وقاتل شيد فيه اتجاهات بدأت تمحور مشاريعها على فكرة السياسة الآن طبعاً إحنا بغض النظر عن التجارب ما فيها من صواب من خطأ بغض النظر نحن الآن بس نتكلم عن تاريخ حصل فتجي تقول له طيب الدعوة طيب راحة الناس طيب قل إيمانهم طيب كذا خلاص العين على السياسة فقط هذه من المشكلات التي كانت في بعض التجارب السابقة ولذلك إذا كنا نقول أن الصعود القادم للأمة الإسلامية هو صعود أفضل من الصعودين السابقين فيجب أن يكون هذا الصعود غير منحصر في وسيلة واحدة طيب إيش يعني يكون كيف يعني يجمع الأمور هذه كلها ببساطة يأتي هذا المبدأ المهم والأساسي والذي يفهم هذا المبدأ يعني ربما تحل عنده عقد كثيرة جداً 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 في فكرة الإصلاح بلو في التجارب الإصلاحية كلها الذي يفهم هذا المبدأ تحل عنده العقد ما هو هذا المبدأ المبدأ هذا هو أن كل مرحلة يعطى فيها من الوسيلة الإصلاحية ما يتناسب مع الأمر الشرعي في مثل هذه المرحلة فإذا حسن تقييم الواقع بصورة صحيحة يعني إذا رفع الواقع بصورة صحيحة ووصف بصورة صحيحة يأتي السؤال هل جاء الشرع في مثل هذه الصورة بجواب في الإصلاح أو لم يأتي طبعا هذا كل مبني على مقدمة ما هي هذه المقدمة المقدمة هي أن الشريعة كما اعتنت ببيان الأحكام العملية المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والحج فقد اعتنت الشريعة ببيان الأمور المتعلقة بالإصلاح والدعوة ورفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله وما يتعلق بسنن الله وكما أن الفقيه يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية للنوازل الفقهية التي لم يأتي فيها نصف الشريعة وذلك بإلحاق الحكم بنظيره فكذلك الفقيه المتعلق بالإصلاح يستطيع أن يلحق الصورة الجزئية النازلة الجديدة في واقع الأمة أن يلحقها بما يشبهها مما جاء فيه النص الشرعي فذاك الفقيه يفتي في مسألة فقهية بإلحاق المسألة بأصل شرعي وذاك الفقيه يلحق الصورة الواقعية بما يشابهها من الصور التي جاء فيها بيان شرعي في قضية الأصلاح واضح وهذا المبدأ هو من أهم المبادئ التي ينبغي أن تحكم المصلحين والعاملين للإسلام وإذا وعوا ذلك فسيكون هذا من أهم علامات الرشد في الصعود القادم للعاملين للإسلام من أهم علامات الرشد ومن أهم قواعد الإصلاح على الإطلاق واضح الفكرة وهذا أصلا يقلل من إشكاليات الخلاف أن هذا تيار دعوي وهذا تيار دعوي وهذا تيار طبعا سؤال هل معنى ذلك أن كل مرحلة إنما لها وسيلة واحدة فقط لا ليس بالضرورة قد يكون بعض المراحل يكون فيها عدة وسائل طيب هل معنى ذلك أنه كل مرحلة تتفق فيها الوسائل في كل الأقطار أو يمكن أن يكون في قطر ينطبق عليه جواب شرعي وفي قطر آخر ينطبق عليه جواب شرعي آخر لا شك في قطر ينطبق عليه جواب شرعي قطر مثل غزة ينزل في حكم شرعي معين غير قطر آخر ليس في مثل هذه الحالة واضح الفكرة فهذا المعلم الأول والأهم أو من أهم المعالم التي تميز مصلحي الصعود القادم أو الإصلاح القادم المعلم الثاني لما نقول المعلم بس أول شيء نشرح بعدها نجيب المعلم المعلم الثاني هل حالة الصعود القادم ينبغي أن تكون نخبوية أم متصلة بشرائح العامة التجارب الإصلاحية السابقة كان فيها بعضها نخبوي وبعضها بعضها بدأ بدعوة عامة في المقاهي وكذا وبعضها بدأ بنخبة أو بخطاب نخبوي والخطاب النخبوي على درجات لما نقول النخبوي مو معناه أنه هو تخصصي علمي جدا لا بس هو في الأخير يبقى نخبوي يعني الآن إذا قارننا الصعود الأول والصعود الثاني أيهما أكثر نخبوية ثاني حارة الصح والإسلامية أم أقول هي نخبوية بمعنى الخاص بس هي في الأخير فيها قدر من النخبوية بينما حارة الصعود الأول كانت مفتوحة في الشرائح العامة طيب في تفكير الأمة الإسلامية اليوم ما الذي ينبغي أن يكون عليه الصعود القادم يكون أقرب للحالة النخبوية أم أقرب للحالة العامة طيب هو الأفضل بالضبط الأفضل هو أن لا يكون نخبويا فقط ولا أن يكون للعامة فقط والأفضل والأقرب هو ما كان عليه هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته بس أنا أشرح بهذا الشرائح اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون القضية أوضح بس الآن نرجع نقول أنه الأفضل هو أن يكون التأسيس الإصلاحي نخبويا ثم ينتقل إلى الشرائح العامة المفتوحة ولا يبقى نخبويا في ذاته منغلقا على ذاته النبي صلى الله عليه وسلم همضاء ناس معه من أصحابه تجربة طويلة في البناء والتربية والدعوة والعمل للإسلام ولم تأتي مرحلة انفتح فيها الناس على الدين إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وذلك بعد فتح مكة صح ولا لا طبعا امتداء من صلح الحديبية بدأت يعني الأمور تنفتح ثم بعدين في فتح مكة لا انفتحت الأمور وتعرف كان الناس يتحينون بإسلامهم من ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم أم قريش لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ولذلك أكبر عدد اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم حجة الوداع هذا أكبر عدد اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في سنة صلح الحديبية لما حج معه هذا العدد العدد الكبير هذا أغلبه متى تكون في آخر سنتين في آخر سنتين تكون العدد الكبير العدد الأصغر اللي هو الحلقة الأساسية أو النخبة الأساسية تكونت خلال عشرين سنة سعبة طيب إذن الدين نشأ عليه أناس يعني ربوا عليه تربية عميقة وحملوه حملا خاصا ثم بعد ذلك انتشر هذا الدين انتشارا عام اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة من أسلم في آخر سنتين من القبائل ارتد عامة من أسلموا في آخر سنتين من القبائل العربية طبعا كثير منهم أصلا ما أتوا حجة الوداع ارتدوا الذي حافظ على الدين وقاتل المرتدين هم النخبة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي رجعوهم للإسلام صح ولا لا وانتقلب ما شئت من المصائب الموجودة في الأمة الإسلامية ترى ما هي مثل المشكلة اللي كانت في السنة الحادي عشرة أنا برأيي أصعب مرحلة مرت بها الأمة الإسلامية على الإطلاق مرحلة السنة الحادي عشرة لأنه اجتمع فيها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة ولا تقول لي هي أنه مجرد شيء عاطفي ولا لا لا هي مصيبة عظيمة جدا أنه يعني إيش الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف سؤال أبو بكر العجيب أخرجه مالك في الموطة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيوا ناس بعدي كذا وكذا قال أبو بكر أو إنا لكائنون بعدك أو إنا لكائنون بعدك فهي يعني هي مصيبة عظيمة جدا والآن الأمة تدبر أمر نفسها ومين اللي كذا ومين اللي يمسك السياسة والخلاء وكذا وزاد الأمر المصيبة ارتداد العرب عامة العرب ارتدوا يعني ما فيه مصيبة ما فيه ما فيه مثل هذه المصيبة ولكن نتيجة من رباه من النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية الخاصة وهذه التربية الطويلة والمسيرة العظيمة معه حفظ الدين بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعوا عامة من ارتد ولم يكتفوا بذلك بل انطلقوا بعد ذلك إلى فضاء الأمم وأدخلوا الناس في دين الله أفواجه وفتحوا البلدان بفضل الله سبحانه وتعالى طيب إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يعني بتصنيفنا اليوم يعني كان هناك نخبة وكان هناك عامة طبعا هي ما اجتمعت في نفس الوقت جيد طبعا إحنا ما نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم أغلق خطابه إلا على نخبة لا ولكن احنا نقول طبيعة التربية شوفوا جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا قبل آخر سنتين هل في ناس منهم يمكن بتصنيفنا اليوم أن نقول أنهم نخبة وفي ناس غير نخبة قبل آخر سنتين فيه فيه تعرف منهم اللي ما هاجروا اللي بقوا في ديارهم ما هاجروا وترى نزلت فيهم آيات نزلت فيهم آيات وحتى مقدار الولاء ترى بين المؤمنين كان يتفاوت بحسب الهجرة ولذلك ترى كان في ناس دخلوا في الإسلام لكن الناس اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عليهم مدار حفظ الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع ذلك تمدد بس هو النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه بطبيعة الحال لم يستهدف أن يكون الخطاب لفئات معينة الخطاب كان للجميع لكن أقصد بعد ما يدخل الإنسان في الإسلام هو طبيعة سيره مع النبي صلى الله عليه وسلم هو السير الذي يصنع الإنسان الذي في أعلى درجة من حفظ الدين والقوة عن الإسلام والجهاد في سبيل الله ولذلك ما كان يسمح بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله ولما تخلف ثلاثة نزل فيهم قرآن ثلاثة مع أنه في المعادلة العسكرية الثلاثة هؤلاء ما لهم تأثير على الميزان العسكري وتعرفوا أحدهم شيخ كبير ما لهم تأثير يعني ثلاثة ليش قيمتهم أمام الجيش العرم رم الكبير الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ما لهم وزن عسكري يعني وجودهم أكيد يعني شيء طيب ومفيد لكن لا يترتب عليه ميزان خسارة أو هزيمة عسكرية لكن نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخره بعدين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرابة يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه طيب الشاهد حتى ما نتفرع كثير فيما مضى في هذه الحقبة العظمى في تاريخ الإسلام حقبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن القصد أنه ما ينبغي أن يكون في السياق نصرة الإسلام والصعود به أن يتغيى الوصول إلى الشريحتين بمعنى لا يصلح أن تكون الدعوة التي ترفع بها راية الإسلام هي فقط دعوة للعامة ما يصلح هذه الدعوة العامة اللي هي الدعوة دعوة الوعظية العامة يعني ترقق قلوب الناس وتردهم إلى المحافظة على أساس الفرائض وما إلى ذلك هذه مهمة ومفيدة ولكن لا يمكن أن يحمل بها الدين وترفع بها راية الإسلام في مثل هذه الظروف الصعبة هذه الظروف الصعبة تحتاج إلى بناء من نوع خاص واضح الفكرة وفي نفس الوقت لا يصلح أن يكون التركيز هو على هذا النوع الخاص فقط وأنه خلاص هذه هي الدعوة وهذه الشريحة المستهدفة بالدعوة ويلا هي التي تقوم بالإسلام لا وحن نضرب مثل في الزمن المعاصر بغزة نقول غزة فيها نخبة هي التي وقفت أمام الأعداء وهي التي تحاول أن تصدهم عن أرض الإسلام وفي عامة تكونت فيهم محبة لمن يدافع عن الدين فكانت سندا لهذه النخبة ولو لم تكن هذه الفئة العامة موجودة لسقطت النخبة ولو لم تكن النخبة الموجودة احتلت الأرض مباشرة فهؤلاء كملوا هؤلاء وهؤلاء كملوا هؤلاء لازم التكامل بين الطرفين ما يصلح يطلع عندنا دعاء ولا مصلحون في المجتمع وبعدين الإعلام يجي يشوههم فالمجتمع كله يصدق طب هذول يشتغلوا مع مين إذا الكل يقتنع أن هؤلاء سراق ويستغلون الدين ويشوهون المدريش ومتشددون ومتطرفون وإلى آخره طيب هذول يشتغلوا مع مين إذا كل العامة تعتقد أن هؤلاء بهذه الصفة واضح؟ إذا لازم الخطاب توعية للعامة وفي نفس الوقت قد يكون عند كثير من العامة ليس عنده قدرة واستعداد على أو قدرة واستعداد للتضحية في سبيل الله وتحمل الأعباء ولا حتى عنده من العلم ما يمكن له القيام به ونشر الدين وما إلى ذلك فقد ما يكون عندهم هذا القدرة على تحقيق هذه الغاية العظيمة ولذلك أنا برأيي أنه أي صعود صلاحي قادم لا بد أن يجتمع فيه الأمران لا بد أن يجتمع فيه وجود نخبة ولا بد أن تكون عامة الأمة أو فئات واسعة من الأمة تكون قد خوطبت خطابا إسلاميا توعويا يجعلهم على الأقل لا يحاربون من يصلح في هذه الأمة على الأقل على الأقل أن لا يكونوا حربا على أبناء الأمة المصلحين إن لم يكونوا سندا واضح الفكرة فهذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة إذن هل الإصلاح نخبوي أم عامي نقول يجب أن يجتمع فيه الأمران وهذه من سمات الصعود إذا اجتمع الأمران فعلا في الصعود القادم يعني خلنا نقول واحدة من أهم الصور أنه ما يصلح ما يصلح أن يكون الفئة هذه النخبوية التي تحمل الدين متميزة عن العامة عارف أنه سواء بلباس بشكل اللهم إلا ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يعني حتى لو صار سمة مميزة في الأخير سنة يعني لكن أنا أقصد أنه تعرف بعض البلدان بعض البلدان ما ودي أسمي لكن بعض البلدان الفئة المتدينة فيها فئة لها لباس خاص حتى مثلا عمائم معينة عباء معينة طريقة لباس معينة فإذا مشى في الشارع كل من بين الناس كلهم مميز طبعا حين ما نتكلم عن علماء أو مشايخ لا لا بس هو أنه ينتمي إلى مدارس دينية معينة تنتشر في بعض البلدان واضح الفكرة يعني هذا النوع من التمييز عن الناس اللي هو أصلا يعني يكرس حالة التفرق وأنا ما أبغى أقول أن هذه قضية جوهرية بس أنا أقول هي واحد من العكاسات ليش ما يكون المصلحون هم من أبناء المجتمع هم من وسط المجتمع عارف يعني الإنسان ما يشعر أنه هو أمام فئة كذا يعني يعرف لها يعني شيء خاص يعني لا عادي أنت أبناء الأمة الإسلامية وأصلا من أهم الأشياء أنه يجب أن تقتنع الأمة بأبنائها يعني لازم تقتنع أنه هؤلاء هم أبناء الأمة وأنتم أبناء الأمة وكلنا أبناء أمة واحدة ونسعى لعزة هذه الأمة دائما دائما في الإعلام المعاصر هناك محاولة للفصل بين العاملين للإسلام وبين الشعب الشعب هذا هو الذي يمثل المواطن الصالح والإعلام الرسمي هو الذي يمثل حماية الشعب من الناس التي تحمل أفكارا غريبة وشادة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى آخره هذا الفصل أحيانا أحيانا يكرس ببعض التصرفات الخاطئة من المصلحين لا الذي ينبغي على المصلحين هو إعادة مد الجسور وأن لا يكون هناك حواجز بينهم وبين الأمة وأن تشعر الأمة أنهم أحوج إلى المصلحين منهم إلى أي شيء آخر وأن يشعر المصلحون أنهم أحوج إلى الأمة من أي شيء آخر من ناحية الأسباب المادية واضحة الفكرة طيب وبناء على ذلك نتجي القضية الثالثة هل هذا الصعود الثالث يجب أن يكون صعودا علميا الآن بغض النظر عن وسيلة الإصلاح لا أقصد في حملته هل هو يعني شيء علمي شرعي تخصصي أم هو يجب أن يكون متعلقا بالمفاهيم العامة للإسلام والمحكمات العامة للإسلام جيد لأن جماعة ترى كل صعود يحمل معه مسائله وقضاياه جيد يحمل مسائله وقضاياه في تلقي أنه يعني والله مثلا صحوة إسلامية إيش المسائل إيش القضايا فهمت الفكرة إيش يعني إيش اللي يمثلك أنت كمسائل إيش اللي يمثلك كقضايا واضح فأحيانا تلقى أنه اللي يمثلك كقضايا ليست هي أصول الإسلام الكبرى ليست هي القضايا الكبرى في الدين فأشعر أنا مثلا كإنسان عامي أنه تمام بس أنه يعني يعني هذه مسائل ما أعرف الله يجزيكم الخير إن في أقوال يمكن في خلافات عندنا فهمت الفكرة بينما لما تكون المسائل التي تحملها هذه النخبة هي ما يعنيك أنت كإنسان مسلم عبوديتك لله خضوعك لله سبحانه وتعالى كرهك لأعداء الله سبحانه وتعالى حرصك على حماية الإسلام وتكون عادلا مبتعدا عن الظلم وخلص الحمد لله وهذا الإسلام وصلي لهم أنت حافظ على الفرائض فهمت الفكرة أنه ما ينبغي أن تكون الرسالة الدعوية الأساسية التي تنشرها النخبة والمصدحون لعامة الناس هي رسالة علمية تخصصية وإنما ينبغي أن تكون رسالة يعاد ترتيب أولوياتها بحسب ترتيب أولويات الإسلام في ذاته ويجب أن تكون بسيطة وواضحة واضحة الفكرة فيها لكن البناء النخبوي يجب أن تكون فيه جذور علمية عميقة جدا ومن هنا نعيد اللي دائما نعيده ونقوله أنه البناء النخبوي يجب أن يكون قائما الأربعة أركان الركن الأول العلم الركن الثاني الإيمان والتسكية الركن الثالث الوعي الركن الرابع المنهج الإصلاحي هذا بالنسبة للنخبة يجب أن تطلع أو تتضلع من هذه الأمور الأربعة إلى أقصى حد يمكن أن تتضلع به منها بدون طبعا الدخول للقضية التخصص مو الدخول بدون أن يكون عامة حالة المصلحين هي حالة تخصصية لا وإنما هي حالة تجمع احنا قلنا هذه الأمور الأربعة فيها درجات صح؟ تكلمنا سابق قلنا فيها درجات في درجة معينة يجب أن يحملها المصلحون عامة المصلحين وفي درجة معينة أكثر تخصصية تكون يعني لفئة معينة منهم وتكلمنا حتى عن يعني تكلمنا عن أكثر من شيء في هذا التقسيم فما يحتاج ربما نعيده طيب هل هذه نحن نكمع على أم ثلاثة؟ طيب الأمر الرابع هل هي يعني هل هذا الإصلاح القادم يجب أن يكون إصلاحاً فيه انتماءات؟ أو يجب أن يتخلص من الانتماءات؟ يعني هل هو إصلاح مبني على جماعة؟ على حزب؟ على تيار؟ على إيش الفكرة؟ إيش يجب أن يكون الإصلاح القادم؟ هل هو إصلاح؟ يعني دعنا نقول إيش طبيعة الانتماء في هذا الإصلاح؟ عندما نرجع للإصلاحات السابقة نجد أنه بطبيعة الحال كان فيه كان فيه انتماءات كان فيه جماعات فيه أحزاب وإن كان الصعود الثاني اللي هو الصحوة الصحوة الإسلامية ترى اسم أعم من أن يكون جماعة واحدة ترى الصحوة الإسلامية كانت صحوة مظلة حملت داخل هذه المظلة ترى مجموعة من التيارات ومجموعة من الجماعات جيد؟ بينما الصعود الأول كان يأخذ صورة أضيق نوعا ما ليس كذلك؟ طيب الصعود القادم إيش يجب أن يكون؟ يجب أن يكون صعودا ضيقا تحمله جماعة معينة ولا يجب أن يكون صعودا مفتوحا ولا يجب أن يكون؟ أنا برأيي أن الصعود القادم يجب أن يكون صعودا الانتماء الأساسي فيه هو الانتماء للأمة الإسلامية يعني يجب أن يكون صعودا معبرا عن الأمة لا معبرا عن جماعة منها ولا معبرا عن حزبا منها طيب الأمة فيها انتماءات إيش راح تسوي في هذه الانتماءات؟ إيش راح تسوي في هذه الانتماءات؟ طيب إحنا عشان ما نكون مثاليين وخياليين إحنا نقول يا جماعة ترى المرحلة هذه ليست مرحلة توحيد انتماءات الأمة وتياراتها وإلا ستضيع وقتك وستضيع عمرك وبالمناسبة ترى ليس بالضرورة أن يصير هذا التوحد في مثل هذا المرحلة يعني ترى الناس على خير يعني ما يخلو هذا توجه في خطأ هذا مدري إيش بس ترى عموم الناس التي تعمل للإسلام ترى هي تحب الإسلام وتحب الخير وتحب وتسعى لكن الذي ينبغي أن يكون هو أن يكون هناك مجموعة من المفاهيم مجموعة من الأفكار مجموعة من المبادئ التي تنتظم تحت كلمة المنهج الإصلاحي وهذا المنهج الإصلاحي يجب أن تستفيد منه مختلف التيارات ومختلف الجماعات والمفترض أن هذا المنهج الإصلاحي يرفع عين المصلح وبصره إلى غايات أعلى من الغايات الجزئية الضيق والمفترض أن يكون هناك تعريف لمن يعمل لهذا الدين يعني ما شيء أنت عندك تعريفك الخاص عندك انتمائك الخاص هذا الشيء لكن لازم يكون فيه تعريف آخر هو أعم من أي تعريف خاص ممكن يكون اللي هو التعريف من الانتماء للأمة الإسلامية واضح؟ وإذا عزز مفهوم الانتماء للأمة الإسلامية بين العاملين وصدق على أرض الواقع بأنه فعلا الانتماء على الأمة الإسلامية مقدم على الانتماءات الحزبية وما إلى ذلك وصدقوني ربما تفاجأ الأمة بدرجات وثمرات عظيمة جدا من الخير تتحقق بمجرد أنه أوه والله صح يعني خلني نتقي شوي وبالمناسبة أعرف أمثلة سارت على أرض الواقع يمكن ذكرت بعض الأمثلة على أرض الواقع أنه حصل قريبا يعني أنه أناس مثلا يعني صارت تجمعهم مجموعة من المبادئ الإصلاحية يلتقون هذا من تيار وهذا من جماعة وهذا من مدر إيش وأنه أوه والله إحنا أحبه أخوان صح والله صح والله والله إحنا مسلين والله فيه مو مشتركة بالأمة السبتة صح والله والله عادي وعادي هذا لو كان يعني أنا بدل ما أصعب القضية وخلي أنه ما يمكن أن يكون هناك إصلاح إلا لما توحد الجميع لا يا أخي إحنا نحن ترماشين مع بعض فيه هناك غايات وفيه هناك أمور كبيرة وفيه هناك كذا وفيه هناك تصحيحات معينة يجب أن تكون بعدين أنت لك تقديراتك الخاصة لك كذا لك كذا يبقى إذا فيه شيء أنا ملاحظه عليه كنتم لعظة يخيم فيه باب عظيم في الدين اسم النصيحة نصيحة كذا باب عظيم جدا في الإسلام يجب أنه يفعل من جديد وبالمناسبة يعني ترى هذا حصل بدرجة من الدرجات في بعض مراحل الصحوة الإسلامية يعني حصل كان فيه بعض الشخصيات الجامعة وأنا دائما يمكن في هذه السلسلة تحديدا أكثر شخص كررناه كشخصية جامعة هو الشيخ أبدايز من باز الله يرحم أنا برأيي الشيخ أبدايز من باز حقيقة كان شخصية جامعة لمختلف ترى التيارات والتوجهات تذكروا نحن في في هذه الحلقة قرأنا رسالة لأبي لعلى المودود هذا جماعة وأفكار كذا والشيخ أبدايز من باز ورسالة كلها ود وأخوة ومحبة وكذا وأنتم ولم يبغنا عنكم إلا الخير واصلا كذا وحتى لو بلغنا فليس لنا إلا أن نحسن الظن فيه ومدام أنتم اخترتم بهذا فأنتم الكذا وتذكروا قرأناها كاملة يعني نفس الشيء ترى موقف الشيخ مباز مع أشخاص مختلفين متعددين وهو فعلا كان كأشم ما يكون بالأب الروحي يعني ونحن ما نقول هو المثال الوحيد بس نحن نقول ترى هو واحد من الأمثلة الكبيرة اللي كان أنه ترى ترى ممكن ممكن يسير فيه لملمة في الخير يعني ممكن يسير فيه لملمة في الخير ولذلك ترى يعني كان في حسنات كثيرة لما تكون هذه الأفكار لما كانت هذه الأفكار موجودة كان في حسنات كثيرة على أرض الواقع يعني مثلا ترسولة الصحوة الإسلامية ما كان من تمثلاتها الأساسية الواضحة البارزة الخلاف والصراع العميق بين التيارات ما خلت الساحة من الخلافات ما خلت من صدامات لكن ما كانت ترسيمة بارزة أما اليوم اليوم ما فيه اليوم زي ما احنا قلنا إيش أهم عوائق الإصلاح القادم إما إرادة سياسية تمنع هذا الإصلاح هو هذا من أهم التحديات وإما تفرق داخلي تفرق داخلي أنت اليوم بس تتكلم كلمة ما تعجب بعض التوجهات انزل فيك طاحن خاصة في شبكات التواصل وسب وشتم وتسفيه وكلام واتهامات وتكفير وتبديع وتضليل وكذا وعلى مسائل ما أتدري كيف وهذا في مختلف يعني مع الأسف في مختلف أقطار الأمة ومع كل هذا التفرق نحن ما نحن ناقصين تطلع لك لسه كمان تيارات جديدة تطلع لك عارف أقوال جديدة وتفرق الناس وتسبب لك مشاكل وكذا وإحنا قلنا مثلا من التمثلات الموجودة في أوروبا جالية الإسلامية في أوروبا خاصة في بعض الدول يعني تروح تلقاها يعني في نماذج كثيرة رشيدة وصالحة وحتى فيها تألو لكن فيه تحذبات وتكتلات تصل إلى حد الصراعات العميقة بحيث أنه أنت يعني مو كل شي يعني عارف سلس ومفتوح ماذا يوجد مناطق أخرى سوريا إلى آخره؟ فيها نوع من الخلافات ونوع من الصراعات يعني يمكن للأمة أن تتجاوزه ولو بقدر من الأقدر إحنا نبنقول إيش؟ نبنقول يا جماعة الخير أنه هل الصعود القادم هو صعود ينبغي أن يوحد الجميع أو هو صعود ينبغي أن يكون إلغاء الجميع وفي شي جديد يجي ولا لا أنا أعتقد أنه الصعود القادم يجب أن يكون الانتماء الأساسي فيه للأمة وأنه لا يلغي الجميع وفي نفس الوقت لا يوحد الجميع التوحيد هذا المثالي وهو لن يكون في هذه المرحلة إلا يشاء الله والأهم من ذلك كله أن يكون هناك تجديد في المفاهيم والأفكار الإصلاحية هذا التجديد في المفاهيم والأفكار إذا كان متصلا بميرات النبوة فمن شأنه أن يعيد لملمة بعض الأشياء طيب سيبقى أناس لن يرضوا بهذا الاجتماع للكلمة ولن يرضوا باجتماع الغايات وقد يكون أناس منهم من أهل الفضل لكن أحيانا بسبب أمور نفسية وقلبية وأحيانا وداخل فيها بسبب مكتسبات معينة وأحيانا بسبب قلة وعي وأحيانا بسبب وبسبب وبسبب الآخرة أنا برأيي الإصلاح القادم يجب أن لا يقف عند المتعثرين لا يقف عند المتعثرين أنت باقي عندك عقد معينة عندك إشكالات معينة الوضع والواقع والمرحلة لا تحتمل عارف يعني المعالجات النفسية الدقيقة لمن لديه عقد نفسية وعقد وإشكالات تحزبية ضيقة وأفضل إثبات لنجاح الأعمال الإصلاحية هو تحققها على أرض الواقع فكلما دارت العجلة ستجد أن هذا أجمع للكلمة حتى لو الناس عندها تحفظات أو شيء سترى أنه بالفعل هذا السياق أو هذا الطريق أو هذه المبادئ هي التي أثبتت جدواها على أرض الواقع وأثبتت أنها يعني مؤثرة طيب أي نعم من الإشكالات التي كانت في الصعود في بعض السياقات الإسلامية السابقة هي عدم قوة البناء الفردي للعاملين للإسلام أو العاملين في الإصلاح في السياقات العاملة والاجتماع على أحد وإنما الاكتفاء بأحد أمرين إما الاكتفاء بقوة المجموع خاصة هذه التي تعتبر جماعات تعتمد على قوتها الجماعية وإما اعتماد على إيش أيوة الاعتماد على المعاني المجملة اللطيفة التي تعتبر مرضية للشعور والضمير وهي مجدية ومفيدة طالما أنه ليس هناك أزمات ولذلك لما صارت الأزمات في الهبوط الثاني رأينا كيف تسارع سقوط الأفراد إما تسارع سقوط الأفراد بسبب انحلال المضلات الجامعة وإما تساقط الأفراد بسبب عدم امتلاك الإجابات للمستجدات والتحديات الجديدة ولذلك أي صعود قادم يجب أن يحمل أفراده قوة في البناء نحن نتكلم الآن عن النخبة أو العامة النخبة النخبة يعني أن قصد النخبة عن المصلحين ما نقصد النخبة عن تسمية ضيقة معينة لا أقصد المصلح من سيحمل إصلاح يجب أن يستمد المصلح قوته بإذن الله تعالى هو بفرده ما أقصد بفرده أنه هو يتلقى لا يعني التلقي أكيد عند علماء عند يعني من يستطيع لكن أقصد في الأخير أنا ما أعتمد كمصلح ولا كمربي للمصلحين أنه المجمل جيد لا مو المجمل جيد لازم كل واحد جيد لازم كل واحد بعينه جيد لازم كل واحد بعينه يكون أخذ من البناء ما يكون له زادا ليش لأمرين واحد بكرة غابت الرموز ما تطيح أنت اثنين بكرة جاءت تحديات جديدة صعبة ما أجيب عنها بالنص سابقا أنت تمتلك الأدوات التي تقدر تجاوب فيها واضح الفكرة وهذه برأي من أهم سمات المصلحين في الصعود القادم يجب أن تكون يجب أن تكون بهذه الطريقة ونرجع نقول هذا لا يعني التخصص أقصد لا يعني البناء التخصصي لا يعني البناء المعرفي التفصيلي المتعلق بتحقيق درجات دقيقة في بعض العلوم الإسلامية والشرعية واضح هذا يعتبر معلم جديدا كم يعتبر الرابع أو الخامس الخامس طيب خلاص رابع خامس السادس السادس لا يمكن أن يكون هناك صعود قادم إذا كان المصلحون من أبناء هذا الصعود يعتبرون أن صيغة الإصلاح هي صيغة نظرية كلامية مجردة وإنما يجب أن يكون صعودا مبنيا على عمل دؤوب دائم مستمر بلا انقطاع وبتضحية بالغة بمعنى أنه طبيعة الثغور الموجودة اليوم ما تحتمل فلسفة ما تحتمل نقاشات جدلية طويلة ما تحتمل أنه يعني نستمتع بالثقافة نتوقف لنرتوي من مناهل الثقافة الملونة الجميلة المدري لا أنه حقيقة هذا مو كلام يعني أنه أي إصلاح قادم أو صعود قادم إذا لم يكن يعني منطلقا من عمل دؤوب دائم مستمر في تضحية وصدق تضحية رحمك الله من أهم ما يدخل فيه ترى بالوقت لبعض المكتسبات المادية إلى آخره وكنا نتكلم عن موضوع تفريغ المصلحين وكذا وإلى آخره فلذلك لو تتذكروا نحن تكلمنا في خير القرون عن الفتوحات اللي حصل في زمن الصحابة قلنا يا جماعة ترى الصحابة لو ما تفرقوا لهذا العمل ترى ما صارت الفتوحات ما في ترى هناك القادسية واليرموك وأجنادين وعارف فتح بيت المقدس وهناك وصلوا العراق وبعدين وصلوا إلى أقصى الشرق ووصلوا إلى بلاد المغرب العربي وإلى جنوب تركيا كل هذا صار عشر خمسة عشر سنة عشر خمسة عشر سنة حدثنا عن إنجازات عن إنجازات الدعوية والتربوية خلال عشر خمسة عشر سنة في هذا العصر جد والله حدثني قل لك هناك فتحوا الدنيا والأرض تقولي الظروف والعوامل تمام الظروف والعوامل صح ومختلفة الأوضاع هذا جانب بس أنا أتكلمك عن جانب آخر وهو أنه ما في نفس ما في نفس عمل كله عمل 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 قبل ما يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا الحاكم وخلصوا الخلافة تهى وبكر خليفة راحوا بعدها قتال أمورة الدين ما كمل معهم سنة يمكن راحوا فتوح الشام فتوح توفي وبكر جاء عمر رضي الله وتعالى والجوش هناك وكمل وفي نفس الوقت يصلح القضاء ويصلح أمور كذا ويتابع أمور العلم وأمور السنة والسنة وأمور نقل الدين وأمور 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 إلى آخره فاجتمع هذا الإصلاح اليوم أنت أمام ثغور هائلة المساحة واسع إيش تبقى تتكلم يعني أنت تبدأ فيها تأخذ واحد عمره 12 تقول يلا ما المهددات التي تهدد الفتاة المسلمة الذي عمره 12 سنة اليوم تخلص وانت تعد ما تخلص طيب يلا خذ واحدة امرأة شاب عمره 18 سنة ما المهددات التي تهدد الفتاة المسلمة ذات الثمانية عشر ربيعا تخلص ما تخلص وهكذا ما هي المشكلات التي تكتنف المصلحين اليوم يلا عدد ما راح تنتهي طيب وبناء على ذلك كله وبعد ما تجمع كل هذه الثغور وبعد ما تعرف أن المصلحين عددهم قليل وبعد ما تعرف أنه في عوائق كثيرة وبعد ما تعرف أنه في مشكلات كيف يمكن أن يكون هناك صعود إذا لم يكن هناك عمل دؤوب دائم مستمر يتناسب ويتكافأ مع طبيعة الثغور وطبيعة التحديات ما يمكن أن يكون ولذلك من يظن أن الصعود القادم يعني عبارة عن بث الثقافة في المجتمع وبث الثقافة في النخب وأنه يصير في يعني عندهم رصيد أكبر في حفظ الأشعار وعندهم رصيد أكبر في الطلاع على المدريش وعندهم رصيد في كتلا أنه هذا هو زيادة الثقافة ومدريش هذا ما يمكن أن يكون به إصلاح حقيقي على مستوى الأهم طيب كم كده ذكرنا؟ ستة طيب يمكن أن نكتفي بهذا أظن أنه في بعض الجلسات وطبعا الترتيب ممكن يكون تشوف بعدين كيف الترتيب يصير في الحلقات لكن يمكن أن نكون أشرت إلى بعض المعالم في الصعود إحنا خلنقول مثلا من أهم المعالم كذلك موافقة السنن الإلهية يعني العناية بالسنن وموافقتها لأنه يا جماعة الخير أحيانا يكون فيه ناس تربوا صح وعندهم صدق وتضحية وعندهم بذل وعندهم كذا لكن مصادمة السنن واستعجال الثمرات قد يكون هو السبب أحيانا في الفشل ولذلك ما لم يكن هناك موافقة ما بين الصعود وما بين السنن الإلهية التي تتناسب مع الأحوال لأنه في الأخير المعول على إيش حقيقة يعني إذا أزلنا كل شيء هو المعول على عون الله ومدده وعون الله ومدده له أسباب فإذا أنت وافقت في إصلاحك يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى من إعانة المؤمنين ونصرهم فهذا يعني يجعل المركب يسير بشكل صحيح فالوعي بالسنة إلهية وموافقتها أمر يعني مهم جدا يمكن أن نقول أيضا نزيد من المعالم أنه هي حالة الإصلاح القادم والصعود القادم يجب أن يكون موزعا على الثغور لا منحصرا في بعضها هذا ترى يختلف عن فكرة تربوي ولا دعوي هذا يختلف ذكرناه وخلصنا الآن أنه تمام إحنا عندنا أمامنا مشكلات كبيرة هل نركز على مشكلة دون أخرى لا هو ترى من سمات الإصلاح أنه يجب أن يركز على مجموع المشكلات ولكن ينبغي أن يكون نسب تكون نسب الاهتمام بالمشكلات بقدر خطورتها وبقدر أهميتها وما تكون نسب العناية بالمشكلات واحدة ونرجع نقول هذا من هدي الأنبياء الإصلاحي لأن كل نبي ركز على مشكلة معينة كبرى منتشرة في زمانه لكن نظرا لكثرة المشكلات في زماننا فلا ينبغي أن تهمل وفي نفس الوقت لا يصلح أن يعطى الثغر الأصغر نسبة أكبر من حجمه فضلا عن أن تكون أكبر من حجم الثغر الأكبر طيب نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والمدد والهداية والبركة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة